اكثر من سبعة الاف ضابغ وفرد من العسكريين المنضمين للقوات الحكومية والمقاومة في محافظة تعز بدون رواتب منذ سنوات ولا مجيب لنداءاتهم ووقفاتهم الاحتجاجية ومسيراتهم السلمية التي طالبوا فيها بحل اشكاليتهم وصرف رواتبهم وتسوية اوضاعهم اسوة بزملائهم في المناطق المحررة رغم ان هؤلاء المجندين اخيذت بصماتهم وتم توزيعهم على الالوية العسكرية في تعز الا ان القيادات العسكرية للقوات الحكومية ترفض صرف رواتبهم دون مسوغات قانونية تنظيم الفعاليات الاحتجاجية متواصلة حيث انطلقت مسيرة راجلة من ساحة الحقوق والحريات الى امام مبنى قيادة المحور بتعز للمطالبة بصرف رواتب العسكريين المقطوعة منذ اكثر من اربع سنوات المسيرة الجديدة تأتي في سياق التصعيد السلمي للعسكريين المنضمن القوات الحكومية الذين نفذوا مسيرات ووقفات الاحتجاج على التلاعب بكشوف الترقيم والاستحقاق المالي واسقاطهم منها من قبل قيادة محور تعز التي يتهمونها بممارسة الفساد المالي والاداري المشاركون في المسيرة من العسكريين رددوا هتافات تندد بالاقصاء والتهميش الذي طالهم من قيادة المحور وعرقالة صرف رواتبهم مراقبون اعتبروا تجاهل القيادة العسكرية للقوات الحكومية لمطالب هؤلاء العسكريين وعدم صرف رواتبهم يأتي في اطار استكمال بناء القوات التابعة لهم على اسس حزبية وسياسية